علني عادي يختطفون وما عدموا أي مشكلة خلال عملية الخطف تعرض علي لتعذيب بالصعق الكهربائي وحرقه بالتيزاب وسلخه وجلته وشمره بالشارع تخيلوا هاي الصور لعلي علي نصير لأنه شارك بسنوية شهداء مجزرة النجف يقابل بهذه الطريقة أي شخص شارك بهذه السنوية دا يتعرض لتعذيب وضرب وفي بعض الأحيان اغتيال إلى متى يبقى المواطن ضحية لهؤلاء الأصابات المنفلتة والدولة قاعدة تتفرج أنه بالتيزاب تيزاب كهرباء أشكال وألوان عمليات تعذيب وتجي تباوى علي يابا أنت منه أنت شنو مقامك بالدولة أنت منه نصبك على الناس تحكم وتقتل وتضرب بله لأنه شنو شارك بسنوية مجزرة سواها أحد الفصائل وكل الناس تعرف منه سواها والدولة ساكت عنها لا ما يعجبك لأنه شارك بهذه السنوية واستذكر الحوادث الأليمة والإجرام اللي سويتوه ترجعون تشيلوه تعتقلوه تكتلوه نتل تيزاب الله يعلم ش تسوون بباقي الناس جثث وتشمروهم هاكي الطب العدلي روح حير بهم هاي الصور هاي الصور متل ما تشوفون علي علي شنو مهددكم علي احنا مغوشيها لأنه هاي ننمنع منها بالإعلام أن نطلع الصورة مثل ما هي لذلك غوشناها يا ساتر يعني اللي ما شايف على مواقع التواصل الاجتماعي يا ساتر شو مسوين بي نتل وتيزاب وتعذيب وكاتلي كتل من هذا الزين شن هالاجرام شنو أنتو والله العظيم ما عرف يعني يعني قليل أن نقول أنه العراق غابة يحكم بيها الأقوة غابة قليل بحقه حتى الغابة أحسن